خلونا نروح نشوف قصة تانية الحدث الابرس صحيح اللي حصل امبارح اللي كان بطلو الحكم نادر امر الدولة اللي هو كشف عن سبب طبعا احنا كنا تلوننا هنا امبارح في الحلاء انا الحدث اللي دخل موسوعة جنس الارقام القياسية 25 دقيقة اكسترا تايم في الماتش بتاع امبارح في كأس مصر بين امبي وفيوتشر حكم نادر امر الدولة قال ان هو سبب احتساب هدف محمد رضا لعب فيوتشر امبارح في كأس مصر امبارح والسبب ان هو لم يلغي الهدف حتى بعد ما شاف الفور قال ان هو كان شايف ان هو رغم ان الكرة خبطت فيه استضمت به الا انها لم تؤثر على مصار الكرة وظلت مع لاعب فيوتشر بعد ما راجع اللعبة مع الفور وجد ان الاصطدام لم يؤثر على استحواز اللعب على الكرة بالتالي احتسب الهدف ورفض عمل اسقاط وقال كمان وده تصريح يعني خلونا نقوله زي ما هو قال ان هو تابع ان المسؤول الفني عن تقنية الفيديو قال له ان هو سيقوم انا بحاول اقرأ الكلام بالزبط سيقوم باصلاح العطل فيه اقل من دقتين ده اللي خلاه ينتظر اصلاح العطل لكنه فوجئ بعد كده باستمر العطل لفترة طويلة حتى تم اصلاحه وده التصريحات بتاعته او الكلام بتاعه ردوده في الجلسة اللي هي كانت جلسة التحقيق معنا نعايز بس اقول لكابتن نادر امر للدولة ان احنا هنا في مصر بقول منضوع دقتين ده انا ممكن اكون في اكتوبر وعندي معاة في التجمع والخامس وكل اصلاح في السرير وبقول دقتين فعلى اي اتحال فيتورة بقى بريرا رئيس لجمة الحكام باتحاد الكرة رفض ايقاف نادر امر الدولة شهرين واتجه لي الاكتفاء فقط بيقافه اسبوعين الى شهر على الاقصر بعد التحقيق معاه هو كان شايف بريرا يعني ان احتساب الهدف ده حاجة ده امر صحيح امر تقديري ليه الحكم اللي اعتبر ان اصطام الكرة بيه لم يؤثر على مصار الكرة ده امر تقديري ليه الحكم بس هو بريرا كعنده مشكلة في النقطة رقم اتنين ان هو حمل الحكم نادر امر الدولة مسئولية تعطيل المباراة لفترة طويلة بعد تعطل الفار كان يرى ان هو كان على الحكم ان هو يستكمل المباراة بدون الفار وبدون اصلاح الفار وعدم تعطيل المباراة كل الوقت ده ده الخطأ الوحيد للحكم من وجهة نظر بريرا شكرا للمشاهدة